الملف التاني وهو متعلق به موضوع حسين الشحات ومحمد الشيبي ومبارح فيه تصريحات خرجت من الأستاذ إهاب الكومي خطيرة جدا قالك ايه؟ قالك اه؟ عارفين انتوا الفوزير بتاعت شريهان زمان؟ قالك ايه؟ قالك اه؟ لأستاذ إهاب الكومي وقالك ايه؟ ان اتحاد الكورة ارسل الى الاتحاد الدولي فيفا يستفسر عن قضية الشيبي والشحات وعن مهية او اهمية قرار ان اللاعب يلجأ للقضاء العادي او المحاكم المدنية بالمخالفة للاحة النظام الاساسي هل ده سليم ولا مش سليم؟ اولا تصريح كارثي مع كامل احترام لدكتور اهاب الكومي وعارف علاقة به على المستوى الشخص ولكن احنا هنا بنتكلم فيه امور عملية وامور بنقيم فيها اداء اتحاد الكورة اللي بصراحة وصل بالكورة المصرية لمرحلة ممتدنية لما يطلع اتحاد الكورة من خلال عضو الاتحاد والمتحدث الرسمي حسب ما بيقوله يقول الاتحاد بعت للفيفا بيطلب استفسار او استشارة في هذا الشأن هل ده مخالفة ولا مش مخالفة؟ ده اسمه كارثة الناس تقول لي عم اتهولش لو الله كارثة اقول لك ليه كارثة؟ لان هو اتحاد الكورة هو بنفسه بذات نفسه بعت للنادي الاهلي يوم 4 يناير قال له ايه؟ وانا اعرى لكم بالضبط الكلام اللي تقال في كلام اعلانه النادي الاهلي من حوالي يومين 3 من 3 ايام قال في ايه؟ ان الاهلي بعت للاتحاد الكورة قال له في عدة مرات وتحديدا في 17-20-23 قال له ان فيه وقعة مخالفة لاعب للوايح نظام الفيفا والنظام الاساسي للاتحاد الكورة ولجأ للمحاكم العادية او المحاكم المدنية جيه ساعتها رد رسمي من اتحاد الكورة الاهلي على فكرة ماشى لجنة انضباط الاهلي اشتكى وبيقول لاتحاد الكورة خدوا بالكم فيه وقع هنا مخالفة للوايح الفيفا ولايحة النظام الاساسي شوفوا الموضوع ده صح ولا غلط عايزين نعرف صحة الكلام ده ايه بالضبط جيه اتحاد الكورة رد على النادي الاهلي في 4 يناير في خطاب رسمي في خطاب رسمي وموثق النادي الاهلي من 3 ايام اعلن الكلام ده على صفحته الرسمية ومن خلال موقعه الرسمي قال ايه؟ اتحاد الكورة وقتها في 4 يناير ان لاعب نادي بيراميدز خالف لايحة النظام الاساسي للاتحاد المصري ولايحة الفيفا الاتحاد هو اللي اعترف قالك اللاعب خالف لايحة النظام الاساسي ولايحة الفيفا طب انت بعت للفيفا بتسأله ليه؟ ما انت قلت ان اللاعب خالف لا حول على القوة إلا بالله ما انت قلت اللاعب خالف بتبعت للفيفا تاني ليه؟ ما انت اعترفته وقلت اللاعب خالف وابوني على هذه المخالفة وابوني على هذه المخالفة انت انت كاتحاد كورة أحالت اللاعب للجنة الانضباط لا حاولها لا قوة إلا بالله يعني أنت اللي اعترفت أنه فيه مخالفة وعلى هذا الأساس تم إحالة ملف اللاعب للجنة الانضباط عشان تنظر في أمره بتبعت للفيفا بتقوله إيه بتسأله على إيه بتاخد رأي الفيفا في إيه ما أنت اللي اعترفت وقلت في خطاب راسم أن اللاعب خالف اللايحة وإنت اللي أحالت هو الأهل اللي بعت قالك باشتك اللاعب ده في لجنة الانضباط لأ القالي بعت لاتحاد الكورة يا جماعة يا ابتواق اتحاد الكورة يا خمسة شرع الجبلية يا في المبنى الجميل اللي اتطوروا واتهندل كده من كم سنة في المبنى بس وفي الشكل بس بص على الواقع دي ده صح ولا غلط ردته قلت غلط وبيخالف وقحالته لجنة الانضباط بعت للفيفا عايز تستشيره في ايه يا دكتور اهاب يا دكتور اهاب انت راجل اعلامي قبل ما تكون مسؤول في الاتحاد وعارف جدا ان اي كلام بيتقال بيتاخد بشكل رسمي وحالة اللاعب لجنة الانضباط وتم دعوة اللاعب مرة واثنين وثلاثة للتحقيق وكل مرة ما كانش بقى موجود وضعكم اهو اهو على الهوى اهو ده كان صدر من النادي الاهلي خبر رسمي من ثلاثة ايام بيقولوا فيه ان الاتحاد بعت للاهلي يوم 4 يناير الاتحاد اللي بيقول ان اللاعب خالف خالف لايحة النظام الاساسي للاتحاد وللفيفا طيب والجهة المنوطة بالنظر في الواقع التي جاءت ضمن احداث اللقاء وفقا لتقرير المراقب هي لجنة المسابقات وتم احالة الشيبي للجنة الانضباط بزاة التاريخ لاتخاذ قرار بشأن المخالفة فين بقى القرار؟ بعت للافيفا والله العظيم احنا هو احنا في علم سمسم يا جماعة ده علم سمسم والله بجاء فاكرين الكرتون الشاهل بتاع علم سمسم الناس بتطلع ورق رسمي بتقول قرارات وتطلع تصرح تقول عكس القرارات اللي قالتها قبل كده طب انت بعدت للفيفا حلو قوي تعال بقى اقولك على مفاجأة من انك انت بعدت للفيفا الفيفا ما بيتدخلش الا في حالتين لما بقى فيه مخالفة للايحة النظام الاساسي بتاعته ولما بيكون فيه وقعة عنصرية موجودة في الملعب والله كويس ان القضاءة راحة للفيفا كويس جدا لانا اقولك هنا على وقعة انا بس لولا بس سرية المستندات ما كانش ينفع اطلع المستند ده على الشاشة احترامها للمصادر ولا سرية هذا المستند ولكن انت لما تبعت للفيفا وبتقول لان عايز رأيي قانوني في مخالفة لعب للايحة النظام الاساسي هل تتوقع الفيفا يرد عليك اقولك ده شاني دخلي ده الفيفا يقولك تعالى انت عندك حد خالف لائحة الفيفا ولايحة النظام الاساسي عندك اللي انا اعتمدتها وبتسألني لا تعالى بقى تعالى وهيقولك ايه هيديك مهلة لاتخاذ قرار في هذا الملف ولو لم يتم اتخاذ قرار الفيفا هي لا تتخذ القرار انا بقول ده بناء على وجهة نظر لا انا عندي مستند رسمي صادر من الفيفا موجه للاتحاد الافريقي في شهر اربعة عشرين تلاتة وعشرين في وقع شبيهة في تفاصيلها وفي اجراءاتها بنفس قضية الشيب وحسين الشحات ليه وقتها الهلال كان قدم شكوى ضد الاهلي فكين دورة ابطال افريقيا والواقعة الشهيرة ساعة مباراة التلاتة سف وقتها الهلال السوداني الحمد لله على قد الوقت شكويسة جدا والامور انتهت على خير بس وقتها الهلال كان اشتاكل اهلي في لجنة الانضباط في الكاف وقتها لجنة الانضباط في الكاف بتاخد لها وقت على ما بتنظر في القضايا زي لجنة الانضباط عندنا كده ممكن تاخد لها شعارين ثلاثة خمسة ستة على ما بتاخد قرار فوقتها الهلال بعت للفيفا انتو عارفين الفيفا كلام ده على فكرة بيتقلأ اول مرة ولولا سرية المستند كنت طلعت على الشاشة فكين وقتها الفيفا او عارفين وقتها الفيفا رد على الاتحاد الافريقي قال له ايه ما قالوش ده شاني داخلي او قال للهلال ده شاني داخلي لا تعالوا ده الفيفا الف خطابه بتاريخ 11 أربعة في ملفه مرفق تحت رقم FDD 14522 يعني ادى رقم للشكوى مش حافظ الشكوى وقالك ده شاني داخلي ادى رقم للشكوى وبعت للكاف قال له ايه قالك في هذا الشأن وهي واقعة منظورة امام لجنة الانضباط في الاتحاد الافريقي امامك 3 شهور لاتخاذ قرار في هذا الموضوع امامك 3 شهور والدالو ديدلاين لغاية 12-27-23 وقال للاتحاد الافريقي لازم تاخد قرار في شكوى نادي الهلال في لجنة الانضباط قبل 12-27-23 والخطاب مبعود بتاريخ 11-4-23-23 موقع من جوليان ديوكس رئيس لجنة الهيئات القضائية في الاتحاد الدولي موقع من جوليان ديوكس رئيس لجنة الهيئات القضائية في الاتحاد الدولي قال للاتحاد الافريقي خد قرار في هذا الملف وفي خلال تسعين يوم لو ما خدتش قرار الشكوى هتبقى عندي وانا هنظرها وانا هبص فيها ليه؟ لان دي وقع ليه علاقة بأحداث شغب ووقتها الهلال قال ان فيه عنصرية فبالتالي الفيفا قالك لا ما فيش حاجة اسمها شغاني داخلي لان الفيفا فيه حاجتين ما بينفعش يغمض عينه ويقولك شغاني داخلي مخالفة لايحة لايحة فيفا وامر لا علاقة بالعنصرية الحاجتين دول الفيفا ما بيغمضش عنيه فانت دلوقتي بعت للفيفا حلو وقوي اتمنى يكون فيه شفافية لما يجي لك الرد تنزله بالمستند على صفحة الاتحاد ما نشوفش تسريبات على البتجات أو اللجان وتقول الفيفا قال شغاني داخلي الفيفا قال خدوا انتوا القرار لو الكلام اتبعت للفيفا بشكل سليم واتمنى النادي الاهل يدخل على الخط في هذا الملف دلوقتي بما ان الاتحاد بعت للفيفا بما ان الاتحاد بعت للفيفا للنادي الأهلي بعت للاتحاد من شهر 12 من النهاردة في شهر 5 6 شهور ما اتخذش قرار يبقى لما تبعت بقى للفيفا الفيفا يرد يقولك ايه اوكي عندك ديد لاين تاخد فيه قرار ما اخذتش قرار الاتحادة للدولة هينظر في القرار ويبقى كده نشوف كل واحد ايه اللي ليه و ايه اللي عليه بس انت كاتحاد كورة لما تبعت للفيفا او لو بعدت للفيفا اقوله انا قلت للنادي الأهلي انا معترف ان فيه خطأ وان فيه لعب خالف رائحة النظام الاساسي اتمنى تقول ده للفيفا لان برضو احنا ما نعرفش الاتحاد بعت للفيفا قال له ايه بس انا معايا هو مستند رسمي لما كان فيه وقع امام لجلة الانضباط والاتحاد اللي فيك اتأخر فيها الهلال بعت للفيفا فالفيفا بعت للكاف قال له والخطاب موجه ليفيرون الامين العام للكاف قال له 3 شهور ترد علي تقول ايه القرار اللي خدته بخدتش قرار انا اللي هناش القضية ولو خدت قرار تبعت لتقول خدت قرار حيثياتك في ايه بما ان الملف وصل للاتحاد الدولي وانا بشكر صاحب المشورة اللي قال لاتحاد الكورة ابعته للفيفا والله العظيم حسنا فعلت حسنا فعلت بامانة لو لجلة الانضباط ما خدتش قرار او لو اتحاد الكورة مش عارف يعمل ايه وهو اخطأ اصلا انه بععت للفيفا لانه هو اصلا معترف ان فيه خطأ وقال للاهل ان فيه مخالف فلاحة الفيفا بس انا بشكرك انك وجهت لهم مشورة وقلت لهم ابعاته للفيفا كده الامر عند الفيفا رائس خطأ واحدة من النادي الاهلي خلال الساعات اللي جاية عشان نبدأ نشوف الفيفا هيتعامل زي مع هذا الملف طالما هذا الامر متعلق بمخالفة صارخة للاحية النظام الاساسي للاتحاد ده اقول ليني الاتحاد المصري بس على فكرة الان المخالفة صارخة مش احنا ده الاتحاد المصري هو اللي قال في خطاب 4 يناير شكرا جزيلا على هذه الخدمة القايمة اللي تمت من الاتحاد المصري في الساعات الماضية